تنفيذا لتوجهات سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة تنطلق اليوم الخميس بطولة ناصر بن حمد للإلعاب الرياضية في نسختها الثانية عشر ناصر اثنى عشر والتي تقام لاحتضان المواهب الشابة وإبرازها من خلال العمل بتناغم من تام بين جميع الجهات لإنجاح الحدث الرياضي الشبابي الذي يحتضن نخبة من شباب مملكة البحرين تنطلق اليوم الخميس بطولة ناصر بن حمد الرمضانية للإلعاب الرياضية في نسختها الثانية عشر ناصر اثنى عشر حيث يحرص سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة على إطلاق دورة ناصر بن حمد الرمضانية للإلعاب الرياضية باعتبارها حدثا شبابيا ينتظره الشباب البحريني بفارغ الصبر حيث عادت البطولة في هذا العام في نسخة تحمل رقم 12 وقد وجه سموه إلى أن تكون هذه النسخة أفضل من مثيلاتها في الأعوام الماضية بحثا عن التمييز في هذه الدورة التي حققت صهودا حائلا منذ انطلاقتها الأولى في عام 2007 بطولة ناصر بن حمد الرمضانية للألعاب الرياضية تمثل مشروعا وطنيا رياضيا متكاملا يحمل بين طياته أهدافا نبيلة على الحركة الرياضية البحرينية فالدورة تمكنت منذ انطلاقتها من رفض الأندية البحرينية بالعديد من المواهب الرياضية الهامة التي كان لها شأن كبير على مستوى كرة القدم البحرينية حيث تضم الدورة خلال هذا العام 16 فريقا يتنافسون في الثاني من شهر مايو الجاري بالمباريات التمهيدية وتتوصل لغاية الثاني والعشرين من مايو الجاري حيث موعد المباراة النهائية هذا وشهدت البطولة قفزات كبيرة من خلال تطويرها في كل عام ووصلة لمسيرة تطوير مواهب الشباب البحريني في الألعاب الرياضية بعد أن أثبتت البطولة أن قطار التطوير فيها مستمر من خلال إشراك المزيد من الألعاب الرياضية وتقديم المبادرات الرائدة وقد أخذت اللجنة المنظمة العليا على عتيقها ضرورة تقديم برامج رياضية متنوعة في النسخة الثانية عشرة من الدورة لضمان مشاركة أكبر عدد من الشباب البحريني ولتحتضن المزيد من الشباب البحريني المحب للرياضة والعمل على تقديم برامج مثمرة وجاذبة للشباب ويذكر أن نسخة الختام في الموسم الماضي قد شهدت تواجد اللعب الفرنسي كاريم بنزيمة في المباراة النهائية ترجمة نانسي قنقر